نعم فحملته فانتبدت به مكانا قصيا حملت أمر كتبه الله سبحانه وتعالى ثم ابتعدت عن قوم حتى لا يروها عندما يعني ظهر أثر الحمل عليها فأجاءها المخاط إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا جاءها الولادة وجاءتها يعني آلام الولادة وكانت عندها نخلة دعت وفكرت أنها لو كانت لم توجد كان أفضل لها لأنها بدأت تفكر الآن أن الولد هذا إذا جاء سيتكلم الناس عليها وعلى ابنها نعم لكنها لا تدري أن كل الخير كان في هذا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نداها سمعت صوت الملك فناداها من تحتها ألا تخافي الخوف على المستقبل والحزن على الماضي نعم في ألم الولادة هي ليس عندها من يساعدها ليس عندها طعام ولا شراب رزقها الله سبحانه وتعالى بالشراب والطعام وأعلى من هذا أن هذا الولد الذي سيكون من أولي العزم من الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هذا الأخذ بالأسباب أنها لابد أن تأخذ بالأسباب تهز ينزل عليها الرطب تأكل وتشرب نعم فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا تقر عينها يتوقف عنها الدمع لا تبكي وعندما ترى هذا الولد تفرح بهذه الرؤية ترجمة نانسي قنقر